واختلها في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقوال قال بعض العلماء هي ركن وهو المشهور في مذهب أحمد وقال بعض العلماء إنها واجبة وهو قول في المذهب اختاره جماعة من العلماء وهو الراجح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشود الثاني واجبة ليست ركن وهو اختار سمحت الشيخ في موضع آخر هو وأعضاء اللجنة الدائمة واختاره أظن الشيخ بن عذيمين رحمه الله وهو الراجح من حيث الدليل وقال بعض العلماء إنه سنة وهو مذهب جمهور الفقهاء والراجح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشود الأخير واجب من الواجبات